اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد فبالتالي عشبتنا اليوم اسمها الشجرة المعجزة نستخدم اوراقها ايش اسمها الشجرة المعجزة ايش المعجزة يا علي لانه بتحتوي على فيتامينات ومعادن ولا رأيت فوائد بتعطيها الاعشاب مثل هذه الاوراق لانه بتعتبر انها غذى وبتعتبر انها دواء ولو ذكرت اسمها ودخلنا على محركات البحث بنجد منها عبوات صنعت ان اياها اوروبا وعم بيبيعوها للشرق الاوسط مفيدة جدا لمشاكل المفاصل ومشاكل العظام وبتحافظ على الاسنان لانه ما شاء الله فيها من الكلس بساوي الكثير من الادوية شيء طبيعي احنا بناخد اذا الشجرة المعجزة او شجرة الحياة بسموها او اطلقوا عليها اسم شجرة الحياة لكن حفظتوا المعجزة وحفظتوا شجرة الحياة لكن هي المورينغا اسم شوي صعب على العرب لكن هيك مسماها لكن العرب كانوا يستفيدوا منها ويستخدموها اسمها المورينغا خصائصها خصائص عظيمة بتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وبتمتلك خصائص جدا مضادة للالتهابات لابداننا احنا اذا خلصنا من الالتهابات يا اخوان ما ضل عندنا شيء لا عندنا سخونة ولا حرارة ولا شيء نومنا بكون كويس اما اللي عنده التهابات دائما سبحان الله الامراض بتكثر عنده فبالتالي اذا مضادة للالتهابات وايضا الفيروسات ايضا الفيروسات الان وجدوا انه بتتمتع باكثر من خاصية لها خصائص جدا مفيدة وبتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن اكثر من 15 فيتامين مهمات لابداننا منهم الحديد لتقوية الدم ومنهم للعظام وايضا الزنك وايضا الكثير وايضا الكالسيوم وايضا البوتاسيوم واستخدموها زمان ولا زالوا باستخدموها للفوائد العظيمة للزهايمر واللي عندهم دائما مشكلة بالحفظ والتركيز والنسيان حتى لو بحثتوا عن هذه العشبة موجودة عند العطارين وايضا عشانكم ناعمين اللي بحب يروح على اي صيدلية يطلب كابسول المورينغا كمكمل غذائي يباع في كل العالم حتى في امريكا حتى في اوروبا حتى في الصين حتى في اليابان موجودة فليش احنا ما ننقل الفوائد العظيمة لالكم حتى تستفيدوا من هذه الشجرة الان اظن اخونا طلعنا صورة المورينغا شجرة المورينغا الان بناخذ اشكالها فبالتالي بتوفر عدة عوامل صحية لابدانا تبعد الاضرار عنها والعلل فبالتالي بنستفيد منها باذن الله سبحانه وتعالى لتقوية الدم لانه ذكرنا فيها من الحديد اللي عندهم انيميا وفقر دم ودومنا عليها جدا مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى الفوائد العظيمة وايضا بتحتوي على البروتينات اللي بحاجتها ابداننا هذا كله لسه ما دخلنا بالفوائد لكن من خصائصها انها بتعدل سكر الدم لكن انا مريض سكري وسمعت حسن خليفة عم بيحكي انه المورينغا جدا مفيدة لكن انتبه انه تتناول ادوية السكر مورينغا ودوى السكر اللي بيعدل السكر مصيبة بيصير معاك هبوط ايضا بتعدل الضغط ويمنع استخدام اوراق المورينغا او مصحوقها واحنا بنتناول ادوية الضغط لانه انت الطبيب معطيك دواك دوا الضغط او علاجك وعدل مستوى الضغط معاك فانت اتناولت المورينغا فهبطت معاك الضغط والله بتدخل بغيبوبة لا تستهين انا حكيت الاعشاب بتتعارض مع الادوية فبالتالي بدنا نكون حريصين باذن الله سبحانه وتعالى عليكم اذا بتقلل مستوى السكر بالدم وبتعدل الضغط وبتخفض الالتهابات بشكل جنوني اجدادكم لا كان سيارة اسعاف ولا كان مستشفى ولا كان مستوصف تروحوا بهالليل ما في كانوا زمان ما كانت المستشفيات ستين سبعين سنة اعمار المستشفيات فكيف كانت اجدادنا لما توقع ما تنكسر فكانوا يستخدموا هذه الاحشاب ويعرفوا الخصائص المفيدة لهم حتى لأسنانهم كانوا يستخدموا المورينجا الخصائص العظيمة للعظام حتى هشاجة العظام ذكرنا انه فيها من الكلس او الكالسيوم شيء ما شاء الله عليه فبالتالي اذا استفدنا من هالخصائص ايضا شوفوا الامراض الاولى سكر وضغط وايضا الكوليسترول بتعدل الكوليسترول وبتخلصنا من الكوليسترول الضار اللي بدمنا وبأبداننا وبأتسامنا فبالتالي اللي عنده كوليسترول دائما عنده مصايب بالشرايين ودهون بالشرايين وكلسترول بالشرايين وبتعرض لمشاكل قلبية فبالتالي بيحمي القلب بيحمي القلب اذا حتى مفيدة جدا لتعزيز وتقوية جهاز المناعة عشان بكثيرها بتقوي جهاز المناعة اول الناس بيحكي لك يلا خذ حبة سودا حبة البركة بتقوي جهاز المناعة لكن في اعشاب جدا مفيدة لتقوية جهاز المناعة وعشاب معروفة ومشهورة وموجودة وينما كان ان كان احنا ذكرنا الاعشاب اصبحوا يصنعوا مصانع الادوية ويدخلوها بصناعتهم لكن الان صنعوها فعلا وموجودة وبإمكانكم تشوفوها وايضا تعرفوا وين بتنباع فبالتالي اذا جهاز المناعة بتقاوم الامراض بتقاوم العلل الدفينة علل العظام والام العظام وبرد العظام وروماتزم العظام فبالتالي بنستفيد منها الخصائص العظيمة اذا من خصائصها انها مدرة للبول لو اخذناها حتى الاوراق مضغ مثل العل على السريع لازم تروح على الحمام مدرة بشكل قوي هذه الاوراق اوراق المورنغة حتى قرونها لها فوائد جدا عظيمة لكن نبعد عن البذر فوائد جدا عظيمة اذا حتى امراض القلب والروماتزم والوقاية من امراض القلب لانه ذكرنا اذا ضغطنا طالع مشكلة بالقلب وعدم انتظام دقات القلب اذا الكوليسترول الكوليسترول مش كويس معانا وصاعد فبالتالي بتحد من هذه المشكلة وبنحافظ على سلامة القلب فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه تعالى من الحديد فيها للنساء اللي عندها دائما نزف ولخبط بالدورة الشهرية ودائما تدوخ وجهها اصفر فبالتالي تناول المورنغة جدا عظيمة وايضا من فوائدها انها صحيح مكمل غذائي وصحيح تحتوي عادة الكثير من الفيتامينات والاملاح لكن بتنحف لكن منحف ما بعد الاكل لكن تناولها ما قبل وجبة الغذاء بنصف ساعة او ربع ساعة فاتحة من فواتح الشهية خصوصا للاطفال ومش ممنوعة للاطفال اللي فوق عمر سبع سنوات اللي عندهم دائما فاخدين الشهية فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه تعالى لفقد الشهية للاطفال اللي فوق السبع سنوات اذا تناولوها ما في اي مشكلة اذا بتقاوم الزهايمر للحفظ للتركيز مفيدة جدا لمشاكل الاعصاب والتهاب الاعصاب اللي عندهم التهاب بالاعصاب ودائما يحكولو اعصابك ويديك لازم عملية فبالتالي بنتمتع بالخصائص العظيمة لأوراق اوراق اسف المورنغا الاوراق العظيمة اذا حالات الاسهال مفيدة جدا المورنغا بتخلصنا من مشاكل الاسهال المتكرر فبالتالي بنستفيد منها الخصائص العظيمة باذن الله سبحانه وتعالى قوينا جهاز المناعة عززنا قلبنا منعنا الكوليسترول خفضنا السكر والله هذا القليل القليل من فوائد هذه الشجرة اللي سموها الشجرة المعجزة شجرة المعجزة وايضا شجرة الحياة شجرة الحياة اذا اخذنا الخصائص كلها الموجودة بهذه الاوراق فبالتالي ان شاء الله انه تكون الفوائد وان شاء الله تكون الفوائد صحيحة في هذه الشجرة العظيمة الشجرة المعجزة وشجرة الحياة شجرة المورنغا بثمارها وايضا اوراقها وموجودة عند العطارين ما راح احكي لكم موجودة عندي لانه فعلا انا مش موجودة عندي عشان ما حدا يحكي لك حسن خليفة يريد يبيع المورنغا اسأل الله سبحانه وتعالى انكم تستفيدوا من هذا البرنامج واستفدتوا ايضا من الفوائد والخصائص العظيم لأوراق المورنغا راحين نطلع فاصل قصير ونعود نستقبل اتصالاتكم ترى الارقام بتظهر اسفل الشاشة بنتواصل معاكم من اي دولة عربية من خلال استوديوهاتنا بالمملكة الاردنية الهاشمية وروحوا فاصل وروحوا راجعين نواصل فاصل قصير اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد